أنا عايزة أخرج فاصل ولكن لازم أسأل حرارك قبل الفاصل عن قانون الشهر العقاري الرئيس أرجع تنفيذ المادة أعتقد 35 من تسجيل العقارات اللي تسببت في أزمة لارتباطها بالكهرباء وغيرها وقانون الشهر العقاري اللي في المدن الجديدة برضو مع مشعامل أثر كبير ده دلوقتي ولا بعد الفاصل حرارك؟ ده دلوقتي قبل الفاصل قانون الشهر العقاري زي ما انت جبتي كده سيدة مستشار عمر مران و37 يوم وال38 يوم والكلام ده كله الحقيقة مازال خلينا اتفاق مازال قانون الشهر العقاري لم يحقق المبتغى اللي احنا الحكومة أعلنت عنه وده أمر واضح للجميع ليه بقى؟ اللي بعض بيحيل المسألة لأن المحامين في بعضهم عم يحتاج أنه هو يفهمه ده في البداية كده ولكن الحقيقة لا المحامين فاهمين القانون والموظفين بتعشار عقاري قد يكون فيه ريزيستنس من بعضهم لأنه هو قانون الحقيقة حديث وقانون فلسفته جيدة وما فيش أفضل من كده نقدر نقدمه كمنتج حكومة وبرلمان في سبيل تيسير الإجراءات بس انت تيجي تلاقي بقى حاجة تانية مثلا يعني هو قال لك الفاكر الالفين جنيه والتسعير معينة أنا دي تجربة شخصية فتسجيل أحد الأماكن فقال لك الرسم 27 ألفين الرسم 27 ألفين أنا حبيت أتأكد أقول لهم يا جماعة ده بيقولوا لنا ده إحنا اللي عمي إيه الرسم فيطلع بقى حاجاتها رسم المساحة نفسها يعني فمبالغ برضو قد تكون صعبة للناس إن هي تتفعها في الوقت الحالي لكن في كل الأحوال وجود المساحة العسكرية في المنظومة في المعادلة بتطميني أنا للأمانة خاصة اللجوء إلى مكاتب استشارية معتمدة لها الصفة برضو العامة في الجزاءات والكلام ده كله بتيسر الأمور في الإجراءات لكن بتلاقي بقى حضرتك برضو بعض المشاكل في المأموريات أنا معالي المستشارة عمر مرون يعني الحقيقة يعني مأكد علينا الموضوع ده على رأس أولوياته ونجاح تطبيق هذا المشروع على رأس أولوياته ويمكن قلنا طب لو محتاجين أي مادة نعملات عديد تشريعي إيه المانع برضو نيجي بالمادة دي هم لغاية دلوقتي شايفين أنه لأ مش محتاجين أي طعام أيه بس حتى القانون الخاص بالمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية ما جابش أثر ملهاش دعوة بالقانون ليه بقى؟ لأن المدن الجديدة عندها طب ما هي الناس ممكن تروح تسجل وهو والمطور لا ما هم قالوا الحكومة تسجل نيابة عنه اه الحكومة تسجل نيابة عنه ولكن هو فلمة لازم يتوافقوا في النقطة دهية بشكل يوصل للموظف اللي تحت الموظف تحت ما وصلوش حاجة وبالتالي لما بتروح له بيقولك ها والمطور ما هو ما جايش وسجل للأرض